فإذن أعلن في التجلي مجد ألوهيته حتى لا يهتز إيمان التلاميذ في حادثة الصلب ثم نرى في هذه الحادثة هي الصلة بين العهدين بين العهد القديم والعهد الجديد طبعا العهدين مهم جدا لأنه لاحظ مثل ما تكلمت بيتكلم عن شهادة العيان النظر نظروا شافوا رأوا بأم عيونهم ما يحدث أمامهم شهادة السمع سمعوا صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به صرر له اسمعوا فإذن النظر والسمع ثم شهادة الحضور المادية شافوا يسوع في هذا التجلي رأوا المجد رأوا النور المتقلق المتلألق البهي بهاء المجد شافوا في يسوع المسيح لقد عاين الرسل عظمة يسوع المسيح أو كما قال البشير يوحان رأينا مجده مجدا شهادة السمع وشهادة النظر وطبعا السمع صوت الآب والنظر شافوا بأم عيونهم وأقبل عليهم من المجد الأسنى ثم السحابة أحبائي سحابة المجد المشعة واللامعة التي يعني توصف بحسب العهد القديم الشكينة أو الشكناية اللي هي المجد المتقلق أحبائي السحابة والسحابة معروفة في فكر العهد القديم فنرى موسى على جبل سيناء وجهه يلمع ونرى عندما أخذ الشريعة الوصايا العشر أيضا كان في سحابة غطة الجبل ونرى عمود السحاب الذي كان يهديهم في النهار وعمود النار في الليل ثم نرى السحابة التي حلت على خيمة الاجتماع عندما دشنت في خروج أربعين حل مجد الرب على الخيمة ثم نرى سحابة المجد أحبائي في تدشين الهيكل أخبار الأيام الثانية الإصحاح السابع فالفكرة معروفة ولكن هون سحابة تعتبر معجزة لأنه سحابة نيرة متقلقة شهادة الروح القدس يعني اللي ظللت يسوع كما كان في المعمودية هيئر حمامي صوت من السماء صوت الآب والروح القدس وهكذا شهود العيان أحبائي هذا كله اندل على شيء أنه كل هذه الشهادات حضور مجد الله كانوا مع الله في الجبل المقدس ثم الحضور الماد معه على الجبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر